يقول الفيلسوف الألماني فريديريك نيتش وحدها الأفكار التي تأتي عن طريق المشي لها قيمة ما معنى المشي في آخر المطف؟ سنرى وسنلاحظ بأن المشي لا يرتبط بالفلسفة كتأمل فقط ولا يرتبط بالفلسفة كبدخ معرفي أو فكري بل يرتبط كذلك بالوجود السياسي للبشرية بصفة عامة لنتذكر غاندي غاندي الذي كان يجعله من المشي موقف روحي كبير جدا وحوله إلى احتجاج فلسفة لا عنف هي تقوم على المشي واستقلت الهند بهذه الفلسفة المشي المسيرات حينما انتحدث عن المسيرات التي تخرج لنستحضر المسيرة الخضراء فهي مرتبطة بفلسفة المشي بمعنى أن المشي حينما انتحدث يجب أن نستحضر جميع الأبعاد ليس فقط البعد الفلسفي الذي قد يعتبر لأن الناس يعتقدون بأن الفلسفة يبعيد كل البعد عن الحياة الاجتماعية هذا اعتقاد زائف طبعا وخاطئ حينما نتحدث عن المشي فنحن نتحدث عن أشياء أو شيء مهم يرتبط بالوجود الإنساني في كل أبعاده لأن الفلسفة ليست فقط هي النظر في الطبيعة أو شيء من هذا القبيل وهناك شيء آخر مهم الإنسان برمج ليمشي وفي المشي حركية الإنسان لم يبرمج ليكون على أربع عجلات السيارة أو شيء من هذا ليمشي لأن في المشي حركية لأن في المشي وسنرى ربما مع مناقشة الموضوع ما هي الفائدة من المشي وبالتالي هذا الموضوع ومرتبط بالفلسفة طبعا ومرتبط كذلك بالسياسة ومرتبط كذلك بالنضالات بالمسيرات وبالمشي وكل شيء فيه مشي لأنه في آخر المطاف هو الحركة وحركية التغيير وكل شيء مرتبط بالمشي في آخر المطاف ليس فقط المشي على المستوى المستوى ربما الأول أو المستوى الأولي الناس يمشون المشي على اعتبار التجديد والتغيير وأننا داهبون إلى مقاصدنا وأننا داهبون إلى أشياء وحينما يجسد بهذه الطريقة لأن الفلاسفة يتحول من الفهم البسيط إلى الفهم الأكبر الفلاسفة معروفين عبر التاريخ ليس فقط آريستو يمكن أن تحدث عن كامت كان من أكبر الفلاسفة الذين كانوا يمارسون المشي يمكن أن تحدث عن كيركيغارد يمكن أن تحدث عن فلاسفة كذلك ربما كذلك الذي لم يعرفوك فلاسفة الرحالة مثلا الرحالة هو مشاء ابن بطوطة حينما تقرأ ما كتبه ابن بطوطة فأنت تشتم رائحة الفلسفة فيما كتبه لو ضل قابعا في طنجة لن يعرف أي شيء وبالتالي المشي أتاح له هذه هذه الخطوات خطوة 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 بمعنى أن الإنسان أولا برمج ليمشي وحينما يتوقف عن المشي يموت أكيد حتى لا نبخيس حق الشعراء فالشعراء كذلك تحدثوا وقصائد جميلة جدا تتحدث عن المشي لنتذكر سميح القاصم مرفوع على هامتي أمشي وعلى كتفي ناشي وأنا أمشي إلى آخره بمعنى أن المشي استلهم كذلك الشعراء والأدباء وهم كثيرون بمعنى أن حينما نرى لهؤلاء الكبار في الأدب وفي الفكر وفي الشعر حينما نجدهم يمجدون المشي ويقومون بإعطائه هذه الصبغة وهذه الوظيفة كما تفضل الأستاذ الإنسان العادي ربما لذلك تحدثه في بداية البرنامج الإنسان العادي يعتقد أنها المسألة طبيعية ولكن حينما ترتبط بهذا العمق أنني حينما أمشي أفكر أحسن حينما أمشي بهدف المشي والتأمل لأن إذا كنت قابعا في مكانك لا تتحرك أولا لن تغير الفضاء أما إذا كنت في فضاء متحرك لأنك أنت متحرك والفضاء من حولك متحرك تأتيك أفكار هناك شيء مهم جدا تقديرك في المشي هو اللقاء معدات أنا أستحضر قولة ساخيرة للفيلوسوف المغربي الأستاذ عبدالسلام بن عبدالعلي كتب في هذا الموضوع قرأت منذ أيام في هذا الموضوع يقول بأن أول المشي فلسفة أول المشي فلسفة وهي معبرة جدا ولكن حينما تحدث عن المشي يستحيل وهنا أتوجه بالخطاب إلى كل مشاهدين يستحيل أن تذهب لوحدك دون أن تستحضر أفكار دون أن تفكر في أشياء أخرى بأنك حينما تمشي تقوم بعمليتين اتنتين فأنت تمشي تتحرك وما يرافق ذلك على مستوى الجسد ولكن على مستوى الدهن إما أن يكون الباعت يأتي من الخارج كأن تنظر إلى شيء وتفكر في شيء آخر وعلى أي يستحيل استحالة مطلقة أن تكون في المشي ليس بغرض أن تقدم صالح في البلدية ربما ستظل في نفس الموضوع أو بغرض أن تذهب إلى اقتناء أشياء المشي كما قلت حينما يصبح اعتياد حينما يصبح فلسفة لا يمكن أن تمشي دون أن تفكر لذلك هو ارتبط بالتفكير تمرت رياضة المشي لأنها تتعطيك طاقة إيجابية سواء الجسم أو الروح وكتعلم الإنسان الصبار والتحدي وكل ما هو إيجابي هي رياضة العقل وبدن البدن بأنه صحة كتكتب بصحة جيدة وبالنسبة للعقل بأننا كتكتشفيني عدمات الخالق وكتقرب من الله بزاف يعني بالعدمة دياله وفيشي دياله وهوية المشي كتعلمك بزاف الحاجات منا التحدي منا الصبر منا التعارف على الإخوان وهذا مزاف الحاجات اللي كتسبت في هواية المشي ودبن مكليش نستغنى عليها وخاء أنني كبيرتو شوية في السن إنما بقا كنحب هواية المشي وبقا غل مرسى إن شاء الله على قد استطاع دياله نصفا رياضة المشي بعد أول حاجة هي اسمها رياضة كان تمشي وكان الجسر كانت السفر من ناحية الفيزيك وعلى تاني حاجة كانت خرجو من ذلك الروتين واللي كيكون في السمانة كاملة والضغط وذلك شي يعني كنتستفذ منها بزاف هذه الحاجات لأنني كنتشف مناطق اللي إنسان يوصلهم شي عن طريق وسئ النقل فمغرب تباك الله يعني في مناطق خلاب وكذا إنسان خصو يتمشوا وفوائد صحية اللي كنتستفدون من نحتها باش إنسان يعني كين نمي التقافة دياله باش عرف بلاده وشيني فيها وزاة المسائل وصحييني كل مزيان كاجل من مارس هاد الهواية رفقة جمعيات الرحالة من أجل استمتاع بالمشي مع عفعات عمرية فيها ديال منطقة ديالنا رياضة الماشي هي في المقام الأول رياضة اللي كتساعدنا على الحفاظ على الأجسام ديالنا وكتعطينا واحد الانيرجي اللي كتخلينا مستمرين يعني أسابيع أسابيع وآبارات شي كتخلينا دعما كتشفوا مناطق في المغرب بالنسبة للمشي فهو كتتعتبر مدرسة مدرسة من حيث الصبر الإلهام أسلوب من أساليب التفكير فإحنا هذا المشي هي رياضة كنزوج منها ما بين الترحال يعني الداتي كجسد كنتحركوا به وما بين الترحال الفكري يعني الإنسان كيحدد واحد المحطة واحد الهدف يقدر يوصل له لا في الواقع ولا في الخيال من حيث التفكير تحضرني فكرة عميقة جدا قال أحد شعراء لا أذكر اسمه حينما قال حينما أمشي تغمرني أو يغمرني الإحساس بأن جسدي أصبح يفكر من أن يفكر من خلال جسدي يطلق العنان بالحواس جيد إذا كانت الفلسفة ارتبطت في نشأتها بالدهشة فمن أين ستأتينا هذه الدهشة إذا ظل الإنسان قابعا في مكانه دون أن يتحرك فالدهشة تأتي مما سنرع عن طريق المشي وبالتالي فالدهشة والمشي هما وجهان لعملة واحدة حينما نتحدث عن الدهشة الأشياء التي تدفع بنا إلى التفكير وتغرينا بالتفكير أعتقد بأن من ضمن الأفكار التي أتت كذلك في تاريخ الفلسفة عن جموعة من الفلسفة أن حينما نمشي نشعر بتقلي جسدنا بمعنى أن نحسب واحد النوع من الجديبي نحو الأرض الأرض وفي نفس الوقت السماء كانت الذي كان يردد وباستمرار القانون الأخلاقي المنقوش في قلبي والنجوم نجوم السماء مزينة بالنجوم والسماء مزينة بالنجوم هذه الفكرة لا يمكن أن تأتي إلا انطلاقا أو هذا الإحساس إلا بالمشي بمعنى أنه كان يمشي وحينما كان يمشي فهو في الأرض وفي نفس الوقت يرى السماء يرى النجوم يكتشف لذلك فأنا أتقاطع مع الأستاذ حينما نمشي يصبح جسدنا محرر هناك واحدة عن التحرر إنسات للجسد وإنسات للروح والنفس كما قلت في البداية قلت قبل قليل وهذا تحدي لكل الناس لا يمكن أن تمشي خاصة إذا مشيت لوحدك لا يمكن أن تمشي دون أن تفكر يرتبط التفكير بالمشي مباشرة طبعا حتى وإن كنت قابعا في مكانك ستفكر ولكن ليفسها بنفس الطريقة نعم فحركية المشي توازيها حركية التفكير أحسن المشي وأن تقوم بحمل الآخرين بداخلك وتمشي لوحدك لأنك تدخل معهم في خطاب معين لأن المشي كرياضة هي لمدة زمنية معينة قد تكون يوميا ساعة ساعتين أو قد تكون خلال عطلة الأسبوع أو إلى آخره ماذا يحصل حينما نمشي جماعات حينما نمشي جماعات نظر نتحدث في ما هو تافه وفي بعض الحالات ينقطع الطيار بيننا وبين دواتنا نحن نعرف مسبقاً وهذه روجة نظر علم النفس خاصة علم النفس الاجتماعي بأن الآخر يسكننا على أي نحمله معنا نحاوره ولذلك فأنا أعتقد أفضل المشي هو أن تكون لوحدك ليس بمعنى أن تكون جسدياً لوحدك قد تكون مع الآخرين ولكن كل يفكر وسنلتقي في نقطة معينة لنناقش التجربة ولنناقش ولنتحاور ولكن أن تحمل الآخرى بداخل وتسافر به عبر محطات معينة عبر مسيرة فيها المشي أنا فيعتقدي سيكون أحسن له دلالات أخرى وله أبعاد أخرى لأن الجانب في المشي فيه واحد ما يسمى التفرد لأنه يحمل لأن كل واحد فينا عنده تصورات معينة عنده ربما إحباطات معينة لكن كنت تفكر فيهم هنا يحصل لقاء مع الدات اللقاء مع الدات بمعنى أنك تلتقي بالآخرين من خلال ذاتك ربما أنا في قمة الميتالية ولكن هناك نوع من التطهير يحصل نوع من التطهير التاخلي لأنك تبني مسافة بينك وبينهم مسافة جسدية ولكن تستحضرهم لو سمحتون تابعتوا رحلة من رحلات المشاكل الجمعية ومستر عن تباهي هم أنهم قاموا بمشي مسافة 50 كيلومتر وفي مرورهم بمكان معين رافقهم كلب تائه وهذا الكلب رافقهم مسافة 20 كيلومتر إلى درجة أنه أصيب بالتعب مطبق فنام وتركوه لأنهم كانوا يقومون هذه القصة هذا كلب أصحب من أهل كيف لا 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 بمعنى أن حتنظر الحيوان تتغير أكيد المخلوقات الأخرى لأنك حينما تنظر في نفسك تنظر في مخلوقات أخرى هذا الكلب الذي رافقهم مدة 20 كيلومتر بمعنى أن أريد أن أقول هناك تجارب قد تبدو لنا في بعض الحالات أو قد لا تبدو لأنها غير مدركة أما في المشي تدرك أشياء لا يمكن أن تدركها داخل المدن بمعنى أنك لا يمكن أن تدركها لا تدركها إلا في أحضان الطبيعة طبيعة بما نحن في محتاجون الآن قبل أكثر من أي وقت ماضى للمشي لأن الأسلوب الحياة الذي نعيش والذي فرض علينا النعيشة يتطلب مننا الآن أن نخصص وقتا للمشي أكثر من أي زمان آخر لأن الكل يمشي ولكن يمشي في الضوضاء والجلبة يمشي لقضاء حاجات إدارية لحاجات استهلاكية ولماذا يزيده ضغطا؟ نشاهد الزحمة ونشاهد مجموعة من القضايا في المدن المقتضة بالناس إلى آخره وبالتالي أصبحت الحاجة للمشي أكثر لأنه حينما أقول الحاجة للمشي الحاجة لرقاء الدات في آخر المطاف لأن الداتك تضيع في دوات الآخرين لأنك في قدرهم حينما تكون معهم أما حين تكون لوحدك وأنت تمشي فأنت في قدرك أنت في هذا الوقت بالضبط في قدرك تتأمل يخفف ربما حتى من ضغط الحياة كما تفضلت في البداية يخفف من ضغط الحياة والمشي بهذا المعنى أصبح الآن ضروري كما قلت بمعنى أنه أصبح ضروري الآن ملحة لا أتحدث لأن الآن كنشوفوا الموضة ديال الرياضة واللو اللي يصل ديال الرياضة لا من هذا الشي في شوي ديال التباهي المشي رياضة طبيعية برمجنا عليها منذ أن وجدنا في هذا الكون منذ الأزل لا تحدث عن الرياضة اللي فيها نوع من التباهي وحد يمشي للرياضة ويجيبك بقيمين نحن كنجري أنا كننقص لا المشي بالمعنى الذي نتحدث عنه اليوم هو مشي فيه هذا الغداء الروحي والفكري وفيه هذا الجانب الذي نتحدث عنه المشي للقاء الدات طبعا وللقاء الآخر من خلال الدات طبعا ولقاء الآخر إذا كنت تمشي بهذه الطريقة التأملية إن كنت كاتبا ستبدع إن كنت فيلسوق ستتأمل طبعا أتخذي يا راجي هذه فكرة رائعة جدا لا ضروري لأنك تأخذ نفس نفس بالمعنى المادي بمعنى نفس الأكسجين نقولها بالدرجة واشتفهم وتأخذ كذلك نفس على مستوى التأملات وتأخذ مسافة بينك وبين الآخرين نعم حتى يمكن أن تعيد النظر وأن لا تضلد قابعا تردد أفكار الآخرين الآن حينما تسمى الناس يتكلمون يرددون أفكار الآخرين فقط هناك نوع من تباهي حينما نتحدث عن الرياضات التي نصبحنا نراها الآن ولكن أنا أعتقد بأن حينما نتحدث لا منصى من المشي لأن واقع الحال الآن في التصاقنا بالآلات العجيبة والغريبة تكنولوجيا نظل قابعين وحتى ونحن نمشي نمشي ونستهليك إلى آخرين وبالتالي بالتالي راحضي معي إذا لاحظنا أطفال كم من وقت يقضون أمام المرقاب أمام الشاشة شاشة التلفزيون شاشة الطابلات بمعنى هذه الشاشات أما حينما تذهب بالطفل وهذه بديرة ممتازة جدا الطفل حينما يمشي في الطبيعة يجعل من ذاته بمعنى الآلية الأولى لللعب بمعنى أنه الآلية الأولى للعواطف الداخلية وما يتحرم القيود والتكنولوجيا طبعا لأنه يجعل من ذاته لأن في آخر المطاف المشي أنك تجعل من ذاتك آلة للتحرك هذه العجيبة جدا حينما تتخلع عن سيارتك لأن السيارة في آخر المطاف ليست جزءا من جسدك وكل آلة التي أصبحت أجزاء من أجسادنا فنحن نخلق عرايا على أي كل أشياء أخرى ولكن حينما تمشي تجعل من هذا الجسد وسيلتك الوحيدة والممكنة للتنقل هذه فكرة رائعة وعميقة جدا لأن من خلال الجسد تشعر بأنك تفكر ومن خلال الجسد تدخل لنفسك مجموعة من العواطف ومجموعة من ما يسمى بالوجدان الداخلي والإحساس الذي لا يمكن أن تدركه إلا وأنت تمشي إلا وأنت تجعل من ذاتك هذه الآلة التي تسافر بك في الزمان والمكان ترجمة نانسي قنقر